مخالفة لكل التوقعات قررت الحكومة حسب تسريبات إعلامية خفض كوطة السيارات للعام الجاري 2017 إلى 30 ألف سيارة بعدما توقع المتعاملون والمتابعون للشان الاقتصادي أن تستقر عند الـ 50 ألف سيارة وبحسب ذات المصادر فإن الحكومة تعاول على إغراق السوق الجزائرية بحوالي 70 ألف سيارة مركبة محليا خلال السنة الجارية مدة عام مدة أكثر من سنة لم يتحصلوا على سياراتهم يعني طالبات موجودة وبالتالي نجد بأن هذه القدرات الإنتاجية لهذه المصانع منظمة تلبي الطلب المحلي ويبقى دائما الطلب فيه عجز كبير في السوق الوطني هذا القرار بنظر مختصين قد يخلق مضاربة غير مسبوقة في سوق السيارات في وقت تراجعت الكوطة أكثر من الثلثين إذ بلغت في سنة 2016 مئة ألف سيارة مستورة عملية تحديد تحديد الحصة هذه وتقليلها سوف تكون له يعني آثار ممكن إيجابية وفيها سلبية إيجابية بالنسبة للمؤسسات التي تنتج محليا وسلبية هو تقييد حجم الطلب الذي سوف يدفع بارتفاع وتضعف يعني أثمان السيارات الكوطة المسموح باستيرادها خلال 2017 لم يتوقعها أشد المتشائمين فهل هذا الأمر سيخدم الاقتصاد الوطني أم يضر به إذا فيه طلب على منتج ومتوفر محليا سوف يغنينا عن عملية التقييد للوليات كميا أو بغير يعني بأي وسيلة أخرى من وسائل تقييد التجارة الخارجية ويبقى البديل لملء الخزينة العمومية وإرضاء المواطن هو السماح باستيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات في وقت لا تكاد نسبة الإدماج تذكر في نسبة السيارات المركبة محليا بعد أن حددت الحكومة إعفاء سبعين ألف سيارة من كل الرسوم تحت راية التركيب اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر